في ناس بعد الفيديو الاول حابوا ياخدوا فكرة اكبر عن موضوع مبادرة اتحاد ملاك الدولية فكرة اتحاد الملاك القديمة ببساطة هي ان مجموعة من الافراد يشتركوا مع بعضهم بشكل فردي بعيدا عن الشركات ويشتروا قطعة ارض ويبنوا عليها بيت في عدد معين من الشؤق توفيرا لفروق الاسعار وياما يفوضوا شخص منهم يقوم بالاشراف والتنفيذ واما يتعاقدوا مع مقاول بعد ما يشتروا الارض والحقيقة الموضوع ده منتشر في مصر وليه مزاياه وعيوبه المزايا بالتأكيد ان الافراد دول هيتملكوا شؤق باسعار اقل من سعر السوق بفرق معتبر لكن العيوب ان الموضوع مرهق جدا ومش احترافي وبيحتاج تصريح من الحي او جهاز المدينة ومجهود في ادخال المرافق زي الكهرباء والمية والصرف وخلافه كمان ممكن تدخل بعض المصالح الشخصية لشخص من المجموعة او بعضهم ده بخلاف ان معظم افراد المجموعة ما بيكونش متفرغ ولا ماسك دفتر وبيراجع بنود المواد الخام واسعارها وبالتالي الموضوع ممكن ما ينجحش بالشكل المطلوب او هيطلع البيت بشكل غير مرضي للناس اللي دفعت تحوشة العمر في شقة وممكن كمان تصرف اكتر نتيجة القلة الخبرة دلوقتي مع مبادرتنا مجموعة شركتنا بخبرتها في مجالات العقار والمئولات هتدخلك في اتحاد ملاك الدولية وهتعمل عقودك بشكل احترافي وتستلم وحدتك بفارق سعر حوالي 30% اقل من سعر السوق زي ما وضحنا في الفيديو الاول وده مع مميزات التنفيذ المحترف وبأرقى النظم المعمارية وكمان مميزات سمارت هاوس او المنزل الذكي زي الواجهات المعمارية المودرن اللي هتدهم باحدث تقنيات دهان النانو تكنولوجي ودي هتد الوجهة عمر اطول من الدهانات العادية بكتير جدا وكمان ابواب الجراج اوتوماتيكية هتتبرمج على عربيتك وهتتعرف عليها وتفتح لها اوتوماتيكيا وانت داخل بيها على الجراج مش بس كده كمان هتستلم بوابة البيت مزودة باحدث كاميرات المراقبة الزكية اللي بتتعرف على وجوه الاشخاص اللي متسجلة وتفتح لهم هما بس وبكده هتكون انت واسرتك في امان تام لو عايز تعرف معلومات اكتر اكتب كومنت او بعت رسالة وهنرد عليك بكل التفاصيل او ادخل على موقعنا www.addولية-inv.com وسجل معنا في استمارة التسجيل بالمنطقة والمساحة وهنتواصل معاك لزيارة مقرنا والتعرف على كافة التفاصيل الدولية للاستثمار الرفاهية باقل الاسعار اشتركوا في القناة